عند هذه النقطة يبدأ ضيوفي في الحديث بعد طبعا مبارك لككبتر مصطفى والهارد لك لككبتر حزم أهلا بك مبروك كبتر بيعجبني في الأهلوية أنه حتى والمطش على الحرف أنت يعني أنا دلوقتي هنا بقولك مبروك قلت لي شكرا الله يبارك فيك أنه عادي مع أنه مطش كان على الحرف على الحرف لكن عندكم ثقة دايما طبعا عندنا ثقة في نفسنا طول عمرنا وزي ما بقول طول عمر يا شريف إحنا اتربينا في النادي الأهلي أنه نحن ألعب على بطولة ملعبش أنه نكسب زمالك وإسماعيلي لا 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 أنا الهدف الأساسي بطولة هو ده الفرق طبعا ما احترام النادي الزمالك والأمدية الكبيرة بتاعتنا وده اللي إحنا اتربينا عليه وإحنا وأنا بلعب في النادي الأهلي تحت 16 سنة فعشان كده حتى طبس النهاردة العرضة رايح وغاي لا مطش النهاردة من أحلى الماتشات يعني أنت المطش بيروح وبييجي وبعدين أنت الأفضل يعني الماتش اللي فاتل إحنا خسرناه بتاع السوبر الزمالك أفضل إحنا ما جناش أساسا لكن النهاردة أنا بعد خمس دقائق عشر دقائق أكسب 3 صفر اتنين انفراضوا واحدة في العرضة حتى أنا كان علي ابن قاعد جانب قلتوله كده شكلها مضلم فأنا حازل نروح لشريف تنورنا لكن عجبني بقى في الأهم من المكسب والخسارة طبعا ده شيء طبيعي العلاقة ما بين العيبة جوها وجماهيرنا في المدرجات يعني عرص مصري في الإمارات صحيح فدي قيمة النادي الأهلي واسم النادي الأهلي واسم الزمالك إحنا هنقسر من الزمالك أنا ريس كتقول أولي الحركة شرفنا النهاردة المشهد كله هو مشهد مصري عربي بامتياز طبعا 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 موسم الرياض هيئة الترفيه طبعا ملعب في أبوظبي جمهور مصري وعربي أهم فرقتين في الكرة في مصر وبالنسبة للجمهور العربية ده كان يعني عشق بالنسبة لنا والخطيب وعبد العزيز ومصطفى وصاحبنا صاحبنا يعني كان كل أسبوع يبعث لي واحد يتفرج على الماتش ويبات ويصبح الصبح يطلع على جدة الجدة دي كلها كانت تصنى ماتش الأهلي أو ماتش الزمالك فأنا عايز أقول لك العلاقة واسم النادي الأهلي ونادي زمالك وبعدين مع احترامي طبعا كل أنديتنا العربية الناديين الوحديين في المنطقة العربية كلها أنك تتسير الانتعلى هو لزمالك